الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب في مادة القرآن الكريم وتفسيره وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان تفسير لصورة الحجر من الآية الخامس والثمانون حتى الآية تسع التسعون أي إلى نهاية الصورة وقبل البدء بالدرس نود أن نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك خطالب وخطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تشرح المعنى الإجمالي لآيات الدرس وأيضا أن تبين معاني المفردات الآتية الصفحة الجميل سبعا من المثاني خفض جناحك المقتسمين عظين اليقين وأيضا أن تصنف العبادات التي حثت عليها الآيات إلى قلبية وقولية وفعلية وكذلك من الأهداف التي سنتناولها بإذن الله في هذا الدرس أيضا أن تستخلص ما اجتملته الآيات من آداب الدعوة إلى الله إذن بنهاية الدرس بإذن الله نستطيع أن نلم بهذه الأهداف التي قد ذكرناها في هذا التمهيد الذي سنتناوله الدعوة إلى الله مهمة الأنبياء عليهم السلام الدعوة إلى الله لا شك أنها مهمة الأنبياء عليهم السلام والمصلحين من بعدهم وهذه الدعوة لا شك أن لها آداب هذه الدعوة لها آداب وأحكام لها آدابها وأحكامها والسراتيجياتها التي تختلف بحسب اختلاف الأحوال وهذا يتطلب أن يكون المصلح هنا ماذا يتطلب من المصلح؟ هناك أمور لا بد أن تكون في المصلح الآن نتأملها أول هذه الأمور أن يكون على قدر عال من الحكمة هذا الأمر الأول أن يكون على قدر عال من الحكمة كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أيضا والقدرة على موازنة الأمور هذا الأمر الثاني فيما يتطلب من المصلح الأمر الثالث وهو اختيار الوسائل اختيار ماذا؟ الوسائل فيما يدعو إليه الأمر الرابع معرفة عواقب الأمور ومآلها معرفة عواقب الأمور ومآلها هذه مما يتطلب من المصلح أن يكون على قدر من الحكمة وكذلك القدر على موازنة الأمور وكذلك اختيار الوسائل المناسبة ومعرفة عواقب الأمور ومآلها حتى ما النتيجة؟ حتى تتحقق لدعوته أهدافها وغاياتها المشروعة بعد أن ذكرنا هذا التمهيد الآن نستمع للقاري وهو يقرأ آيات الدرس لهذا اليوم وهي الآيات من سورة الحجر من الآية الخامس والثمانون حتى الآية التاسعة والتسعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بعدما استمعني القاري لهذه الآيات الآن ننتقل إلى استهل والآن هذا السؤال بنظرة عامة للآيات ما الخلق الذي أوصى الله ببذله للمؤمنين العام في هذه الآيات أعيد مرة أخرى بنظرة عامة للآيات ما الخلق الذي أوصى الله ببذله للمؤمنين عام في هذه الآيات في هذه الآيات وأوصى ببذله للوالدين على وجه الخصوص في الآية الرابع والعشرون من سورة الإسراء من يذكرنا بالآية الرابع والعشرون من سورة الإسراء من يذكرنا بالآية الرابع والعشرون من سورة الإسراء لكي تفهم وتربط بين هذه الآيات والآية التي في سورة الإسراء قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرة إذن تستطيع أنك تعرف بالنظرة العامة للآيات ما الخلق الذي أوصى الله ببذله للمؤمنين عامة في هذه الآيات وأوصى ببذله للوالدين على وجه الخصوص في الآية الرابع العشرون من سورة الإسراء فيما قراناه قبل قليل تستطيع أن تعرف ما هو الخلق الآن ننتقل للمعنى الإجمالي لهذه الآيات المعنى الإجمالي لهذه الآيات وقد بدأها الله عز وجل في قوله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ يخبر الله تعالى عن خلقه السماوات والأرض لحكم عظيمة وأن يوم القيامة لآت لا محال وأن الساعة آتية وأن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل وأن يوم القيامة آت لا محال ويوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصفح عن المشركين صفحا جميلة صفحا جميلة هذا الصفح الجميل لا أذية فيه هذا الصفح الجميل لا أذية فيه ويمن سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه ماذا؟ أعطاه فاتحة القرآن فاتحة القرآن وهي سبع آيات قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هذه السبع المثاني هي من أسماء ماذا؟ من أسماء فاتحة الكتاب من أسماء الفاتحة السبع المثاني من أسماء الفاتحة السبع المثاني كما قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهي سبع آيات يثنى بها ما المراد بذلك؟ أي تعاد في كل ركعة من الصلاة تعاد في كل ركعة من الصلاة وهي القرآن العظيم القدر وهي القرآن العظيم القدر ثم يوصي سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يتطلع إلى ما متع الله به أصنافا من المشركين وألا يحزن على عدم إيمانهم بالله وتكذيبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا مما جاءت فيه هذه الآيات من معنى الإجمالي وأن يتواضع للمؤمنين ويرفق بهم وأن ينذر المشركين ويحذرهم فاصدع بما تؤمر وأن ينذر المشركين ويحذرهم أن يصيبهم عذاب مثل العذاب الذي أنزله الله على الذين قسموا القرآن فجعلوه أقساما وأجزاء فمنهم من يقول سحر قال في القرآن منهم من قال أنه سحر ومنهم من يقول أنه كهانة ومنهم من يقول غير ذلك ومنهم من يقول غير ذلك ثم يقسم الله عز وجل بنفسه على حسابهم يوم القيامة أجمعين لما عملوه في الدنيا فاجهر يا نبي الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بدعوة الحق التي أمرك الله بها ولا تكترث بالمشركين أو تلتفت لهم فقد كفاك الله المستهزئين الذين إن كفيناك المستهزئين كما قال الله عز وجل الذين اتخذوا مع الله شريكا في عبادته فسوف يعلمون ما يلقون من العذاب يوم القيامة ثم يؤكد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما يصيبه من ضيق الصدر فهذا من مواساة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم يؤكد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما يصيبه من ضيق الصدر بسبب ماذا؟ بسبب تكذيب قومه له واستهزائهم به ويأمره أن ينزه ربه أن كل ما لا يليق به ويحمده وأن يكون من المصلين لله العابدين له وأن يداوم على عبادة ربه حتى يأتيه الموت وهو على تلك الحال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن ما المراد باليقين؟ المراد باليقين هو الموت هو الموت بعد أن أخذنا المعنى الإجمالي لهذه الآيات الآن ننتقل إلى معاني المفردات لهذه الآيات بالتعاون مع معلمك وزملائك ومن خلال ما ورد في المعنى الإجمالي الآيات بين معاني الكلمات الآتية من خلال ما استمعنا قبل قليل للمعنى الإجمالي وما شرحناه قبل قليل في المعنى الإجمالي أريد منك أن تبين معاني المفردات الآتية أولا الصفحة الجميل ما المراد بالصفحة الجميل؟ ما المراد بالصفحة الجميل؟ من يخبرنا بجواب ذلك؟ من خلال ما استمعنا وقرأنا قبل قليل في الكتاب لهذا المعنى الإجمالي لهذه الآيات ما المراد بالصفح الجميل أحسنتم نقول الصفح الجميل الذي لا أذى فيه الذي لا أذى لا أذى فيه هذا هو المراد بالصفح الجميل سبعا من المثاني سبعا من المثاني قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني ما المراد سبعا من المثاني ما المراد بذلك من خلال ما استمعنا قبل قليل تستطيع أنك تستنتج الإجابة أحسنتم نقول سبعا من المثاني المقصود بها صورة الفاتحة وقلنا قبل قليل أن من أسماء صورة الفاتحة السبع المثاني السبع المثاني اخفض جناحك واخفض جناحك للمؤمنين ما المراد اخفض جناحك؟ أي تواضع للمؤمنين هذه من الأخلاق الحميدة تواضع للمؤمنين وارفق بهم المراد بذلك اخفض جناحك أي تواضع للمؤمنين وارفق بهم المقتسمين ما المراد بالمقتسمين؟ المراد بذلك المتحالفين الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وإيذائهم الذين جعلوا القرآن عظين ما المراد عظين؟ ما المراد بهذه الكريمة؟ من خلال ما تأملناه وذكرناه في المعنى الإجمالي لهذه الآيات ما المراد بكلمة عظين في هذه الآيات؟ الذين جعلوا القرآن عظين أحسنتم نقول أقساماً وأجزاء أقساماً وأجزاء حيث تفرقت فيه أقوالهم قال الله عز وجل وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ما المراد باليقين؟ قبل قليل نبهنا على ذلك من يذكرنا ذلك؟ ما المراد باليقين؟ أحسنتم اليقين هو الموت إذن الآن بينا معاني المفردات هذه الكلمات ألا ننتقل إلى الفوائد أو قبل ذلك إلى أفكر قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون السؤال أريد منك أن تفكر في الإجابة على هذا السؤال لماذا أخفى الله وقت قيام الساعة عن خلقه؟ أعيد السؤال مرة أخرى لماذا أخفى الله وقت قيام الساعة عن خلقه؟ أريد منك أن تجيب على هذا السؤال أعيد السؤال مرة ثارثة لماذا أخفى الله وقت قيام الساعة عن خلقه؟ أريد منك أن تدون الإجابة في هذا المستطيل بالتأمل في هذه الآية ننتقل للفوائد والأحكام أولى هذه الفوائد تأمل في الكتاب وانظر إلى الفائدة الأولى كل ما في هذا الكون أبدعه الخالق لحكم عظيمة قال الله عز وجل وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ لا عبثا ولا باطلا كل ما في هذا الكون أبدعه الخالق لحكم عظيمة لا عبثا ولا باطلا وهذه المخلوقات التي نراها في السماء والأرض وما بينهما تسير وفق إرادة إلهية وصنة ربانية لحكم كشف الله لنا بعضها وما عجزت عقولنا عن إدراكه أكبر وما عجزت عقولنا عن إدراكه أكبر هذه هي الفائدة الأولى ننتقل للفائدة الثانية وإيه مدونة عندكم في الكتاب الفائدة الثانية من أجل العبادات القلبية من أجل العبادات القلبية أن يرزق الله المرء ماذا؟ القناعة والرضاء فإذا من عبادات القلبية الرضاء فهذه من العبادات القلبية القناعة والرضاء بما قسم له بما قسم له سواء في الرزق في رزق المال أو رزق الأولاد أو غير ذلك فيما رزقه الله عز وجل فيرضى بقضاء الله وقدره فهذه من العبادات القلبية العظيمة وأن يهديه إلى استشعار النعم التي رزقه إياها ويلهمه شكرها وإن أعظم نعمة ينبغي للمسلم أن يستحضرها في كل حين ويسأل الله الثبات عليها ما هي؟ هذه من أجل النعم ما هي؟ أحسنتم هي نعمة الإسلام نعمة الإسلام هذه من أجل النعم ويسأل الله عز وجل العبد دائما أن يثبته على هذا الدين ويثبته على هذا الدين قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دين هذه الفائدة الثانية ننتقل إلى الفائدة اللغوية قال تعالى لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك ولم يقل لا تنظرا لم يقل لا تنظرا لماذا؟ لماذا قال الله عز وجل لا تمدن ولم يقل لا تنظرا السبب في ذلك ما هو؟ ما السبب في ذلك؟ نقول السبب في ذلك لأن الذي يمد بصره إنما يدفعه إلى ذلك الحرص والتطلع والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه هذا هو السبب أتعلم لأعمل أتعلم لأعمل أتعمل في حجم النعم التي تحيط بي من كل جانب ولا أتطلع لما في أيدي الناس ولا أحسد أحدا على ما أتاه الله وأعلم أن الأرزاق بيد الله وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها الذي قد كتبه الله لها فلو تأملت فيما أنعم الله عز وجل عليك لعلمت أن هذه النعم لا تعد ولا تحصى وهي نعم عظيمة ينبغي للعبد أن ماذا؟ أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم قال الله عز وجل وَإِذْ تَأَذْنَا رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي تَشْهَدِي فينبغي للعبد أن يتأمل في محيطه الذي يحيط به في هذه النعم التي أستله الله عز وجل عليه وعطاها إياه فلو تأملت وعددت النعم التي تحيط بك من نعمة الصح ونعمة الأرزاق سواء من الأموال أو غير ذلك فإنها نعم جليلة لابد أن نشكر الله عز وجل عليها الفائدة الثالثة نقول الفائدة الثالثة فضل القرآن الكريم وأعظم صوره فضل ما هي؟ أعظم صوره فضل الفاتح أعظم صوره فضل ماذا؟ الفاتحة كما تقدم معك في تفسيرها ومن امتلأ قلبه بالقرآن قل قدر الدنيا في قلبه ولم يتعلق بملذاتها ومتعها هذه هي الفائدة الثالثة الفائدة الرابعة ماذا تقول؟ التواضع للمؤمنين رفعة في الدنيا والآخرة وسبب من أسباب محبة الله للعبد ومحبة الناس له قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا إلا رفعه الله إذن من الأخلاق النبيلة التي ينبغي لنا أن نتصف بها من أخلاق الحميدة النبيلة ما هي؟ خلق ماذا؟ مما تستنبطه من هذا الحديث ومن هذه الفائدة أحسنتم التواضع خلق ماذا؟ التواضع فإن الله عزة يرفع قدرك عندما تتواضع لأهل الإيمان عندما تتواضع لأهل الإيمان أستنبط في الآيات إشارة إلى أن الدعوة إلى الله تستلزم ماذا؟ من الأشياء التي تستلزمها الدعوة إلى الله أمر عظيم وهو ماذا؟ الصبر وهو ماذا؟ الصبر وأن الداعي إلى الله وإن ناله شيء من سخرية الناس فإن الله متكفل بحمايته وتأييده فإن الله عز وجل معه استنبط وجه الدلال على هذا المعنى من الآيات إذن أريد منك أن تستنبط هذا المعنى من الآيات استنبط وجه الدلال على هذا المعنى من الآيات أعيد مرة أخرى في الآيات إشارة إلى أن الدعوة إلى الله تستلزم ماذا؟ الصبر وأن الدعي إلى الله وإن ناله شيء من سخرية الناس فإن الله متكفل بحمايته وتأييده استنبط وجه الدلال على هذا المعنى من الآيات الفائدة الخامسة الصلاة والتسبيح هو دواء لأي شيء دواء للهم والغم دواء للهم والغم ومن أعظم وسائل دفع الحزن وزوال المكروه هذا المعنى يظهر في آية الدرس في قوله تعالى أي الآيات التي تبين هذا المعنى أي الآيات تبين هذا المعنى من يعطينا الآية التي تدل على هذا المعنى أحسنتم نقول هي في قوله تعالى وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وأجل صيغة تسبيح كما تقدم معك في الدرس الثالث عشر تفسير صورة الرعد للآيات من الآية الثامنة حتى الآية الخامس عشر وقول ماذا؟ وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإذن الصلاة والتسبيح هو دواء للهم وكذلك الغم معلومة إثرائية قال الله تعالى فاصفح الصفحة الجميل وقال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال تعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل فالهجر الجميل هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا عتاب والصبر الجميل صبر صبر بلا شكوى صبر بلا شكوى أفكر من خلال الربط بينما ورد في التعريف بصورة الحجر في الدرس السابق وتفسير هذه الآيات كيف يمكنك إثبات أن صورة الفاتحة صورة مكية أعيد السؤال مرة أخرى أريد منك أن تدون الإجابة في هذا المستطيل وتفكر في الإجابة وتستمت ذلك من خلال الربط بينما ورد في التعريف بصورة الحجر فترجع إلى الدرس السابق وتنظر إلى تعريف بهذه الصورة وتفسير هذه الآيات كيف يمكنك إثبات أن صورة الفاتحة صورة مكية فأريد منك أن تثبت أن صورة الفاتحة صورة مكية كيف يمكنك إثبات أن صورة الفاتحة صورة مكية أربط درست في مقدمة هذا الكتاب أن أصح طرق التفسير ما هو؟ من أصح طرق التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة اربط الآيات والأحاديث الآتية بما تفسره من آيات الدرس الآية أو الحديث الآن الآيتين الآية الأولى قال الله تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ ما الموضع الذي تفسره من آية الدرس من خلال ما تأملته في هذه الآية الآية التي تليها قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ما الموضع الذي تفسره من آيات الدرس من خلال ما تتأمله من هذه الآية الآن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه أما عثمان فقد جاءه والله اليقين فقد جاءه والله اليقين ما الموضع الذي تفسره من آيات الدرس أريد منك أن تتأمل الحديث وتذكر الموضع الذي تفسره من آيات الدرس قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته والقرآن العظيم الذي أوتيته ما الموضع الذي تفسره من آيات الدرس في هذا التقويم أتأمل وأجيب وأريد منك أن تجيب على هذه الأسئلة السؤال الأول اجمع ما تضمنته الآيات من آداب ينبغي للدعي إلى الله أن يتحلى بها سؤال الذي يليه ما الآية التي فسرت الآية التي قبلها من آيات الدرس ما الآية التي فسرت الآية التي قبلها من آيات الدرس أستنبط ما وجه الدلالة من الآيات على ثبوت الجزاء والحساب يوم القيامة ما وجه الدلالة من الآيات على ثبوت الجزاء والحساب يوم القيامة فريد منك أن تستنبط الإجابة استخلص المأمورات التي أمر الله بها في الآيات استخلص المأمورات التي أمر الله بها في الآيات وريد منك أن تستخلص ذلك وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين